قبل البدء في هذا الفيديو اضغط لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ليصلك كل جديد الممثل اهاب نافع اسم الملاد اهاب محمد نافع ولد في 1 سبتمبر 1935 بالقاهرة بحي الموسكي وتخرج في الكلية الجوية سنة 1955 وعمل كطيار مقاتلات تزوج اكثر من مرة واشهر زيجاته كانت مجدة وله منها ابنته غادة نافع وكذلك تزوج من اجنبيات اشهرهن ارملت رجل المخابرات المصري رأفة الهجان انتج عمالا للتلفزيون ومثل العديد من الافلام خارج مصر كانت اول بطولة له في سنة 1963 وقد اقنع اسرائيل انه عميل مزدوج وكان صديقا لقائد القوات الاسرائيلية في ذلك الوقت عزر وايزمن والذي اصبح رئيسا لاسرائيل فيما بعد قامت المخابرات العامة بمراجعة مذكراته لمدة ستة اشهر قبل نشرها توفي في 30 ديسمبر 2006 في مستشفى القوات المسلحة عن عمر 71 عاما في نفس اليوم الذي اعدم فيه صدارم حسين الممثل محمدني اسم الميلاد محمد محمد علي عور ولد في ستة مارس 1944 في قرية الغار بالقرب مدينة الزقازيق من محافظة الشرقية بمصر بدأ التمثيل في اوائل السبعينيات بادوار صغيرة في السينما والتلفزيون ثم ابتعد عن السينما بعد ان اسس مسرحه الخاص والذي يحمل اسمه واتجه الى المسرح الكوميدي واصبح علامة بارزة فيه وحقق نجاحات باهرة ومن اشهر مصرحياته مصرحية عش المجانين وقدم العديد من المصرحيات الكوميديية التي تركت اسرا عند المشاهد العالم وكذلك المسلسلات التلفزيونية والصهرات التلفزيونية متزوج من شقيقة الممثل عمر عبدالجليل وله ابن وحيد وشريف نجم توفي في 5 يونيو 2019 بعد اصابته بسكتة دماغية وغيبوبة لمدة يومين عن عمر 75 عاما الممثل نجيب الريحاني اسم الميلاد نجيب الياس ريحاني احد رواد المصرح والسينما في الوطن العربي ويعد احد اشهر ممثل الكوميديا في تاريخ الفنون المرئية العربية ويعتبر زعيم المصرح الكوميديا العربي ولد في 21 يناير 1889 بالقاهرة في حي باب الشارع ابوه عراقي من مدينة الموصل كان يعمل بتجارة الخيل تزوج من امرأة مصرية قبطية انجم منها سلاسة ابناء هو احدهم درس في مدرسة الفريع الفرنسية بالقاهرة وانضم الى فريق التمثيل بها تخرج منها وعمل موظفا في شركة لانتاج السكر في صعيد مصر وكانت ذلك اثر كبير في اعماله سواء على المصرح او السينما اسس في العشرينيات مع بديع خيري في القطو الخاصة واشتهر شهرة واسعة تزوج من بديع مصبني ثم انفصل عنها وتزوج من امرأة امانية مسل بعض الافلام السينمائية والتي لا زالت حتى الان تجزب المشاهدين توفي في 8 يونيو 1949 عن عمر 60 عاما بعد اصابته بالتيفود والذي اثر على صحة الرأة والقلب وكان سببا اساسيا في وفاته ولم يكمل تصوير فيلمه الاخير غزل البنات محمود ياسين اسم الميلاد محمود فؤاد محمود ياسين ولد في 2 يونيو 1941 في مدينة برسعيد بمصر هو ممثل مصري له تاريخ طويل من الاعمال البارزة في السينما والمصرح والتلفزيون والازع ولتمييزه بصوت رخيم تولى التعليق في المناسبات الوطنية وكذلك ادى ادوارا قوية في المسلسلات الدينية والتاريخة تخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس بالقاهرة سنة 1964 والتحق بالمصرح القومي رفض التعيين الحكومي بلصنص الحقوق وعمل بالتمثيل المصرحي قدم اكثر من 20 مصرحية ثم تولى ادارة المصرح القومي لمدة عام قدم اكثر من 150 عملا سينمائيا حصد خلالها لقب فتى الشاشة الاول حصر على اكثر من 50 جائزة في مختلف المهرجانات في مصر والعالم توفي في 14 اكتوبر 2020 عن عمر 79 عاما بعد معاناته من مرض الزهيمر وقد نفى اهله اصابته بهذا المرض الممثل خليل مرسي اسم الميلاد خليل مرسي خليل سلطان ولد في 21 سبتمبر 1946 وتخرج في كلية الزراع ثم درس الفنون المصرحية ثم قام بعمل دراسات عليا في الفنون المصرحية بعد ذلك مارس التمسيل في العديد من الافلام والمسلسلات والمصرحيات وكذلك المسلسلات الازاعية توفي بعد تعرضه لأزمة صحية حادة في القلب والمخ وكذلك تعرضه لأزمة قلبية داخل مستشفى السلام الدولي في 5 أغسطس 2014 عن عمر 67 عاما الممثل جمال عبد الناصر ولد في 4 مارس 1959 هو ممثل مصري درس في كلية التجارة ثم تخرج من المعهد العالي للفنون المصرحية شارك في بداياته في العديد من الأعمال التلفزيونية ومن أما حصاد الحب وليالي الحلمية والعائلة والفرسان كانت أعماله في السينما قليلة ومنها الإمبراطورة وامرأة هزة عرش مصر متزوج من الممثل فاطم الكاشف وأولاده منها مهاب ومازن عمره الآن 63 عاما الممثل جمال سليمان اسم الميلاد محمد جمال أحمد سليمان ولد في 20 نوفمبر 1959 في حي باب سريجة بدمشق بسوريا عمل صغيرا في الحدادة والنجارة والديكور وفي مكسلة سيارات اتجت ميولو ناحية المسرح وبدأ كهاوي دخل نقابة الفنانين السوريين سنة 1981 وفوصل منها في 2015 تزوج من الممثلة السورية وفاء موصلي ثم انفصل هو حاليا متزوج من رنى محمد سلمان ابنة وزير الإعلام السوري السابق وله منها ابن اسمه محمد خرج من المعهد العالي الفنون المصرحية بدمشق سنة 1981 ونتيجة تفوقه تم إرساله لبعثة إلى بريطانيا لمتابعة الدراسة المصرحية هناك تخرج في جامعة ليدز ثم عاد للعمل كأستاذ لمادة التمثيل في المعهد العالي الفنون المصرحية ثم مرس التمثيل وكان بطلا في العديد من الأعمال التلفزيونية والدراما السورية والدراما المصرية ومن أشهرها أفراح إبليس حاصل على العديد من الجوائز من سوريا والأردن والمغرب ومصر ومن الأمم المتحدة ومن لبنان عمره الآن 63 عاما الممثل حسين فاهمي اسم الميلاد محمد حسين فاهمي محمود ولد في 22 مارس 1940 بالقاهرة وهو أخو الممثل مصطفى فاهمي تخرج من المعهد العالي للسينما سنة 1963 درس الإخراج في الولايات المتحدة الأمريكية ثم بعد العودة مارس التمثيل ولو مصرحيات عدة ولو العديد من الأعمال السينمائية وتلفزيونية لقب ببرنس الشاشة وهو الفتى الوسيم الزهبي نضج في العديد من الأفلام مثل الأخوة الأعداء والعار وانتبهوا أيها السادة واللعب مع الكبار تزوج ست مرات من نديا محرم وأنجب منها محمود ونائلة ومرفة أمين وله منها منطل الله ثم لقاء سعيدان ثم سيدة سعودية كفيفة وسرية وعمره الآن 82 عاما ترجمة نانسي قنقر شكرا